فرحة عارمة لماكرون وأنصاره لفوزه مرة ثانية بالرئاسة الفرنسية قيل إنها تحققت بحنكة قيادته لملف الأزمة الروسية الذي جعل منه بطل فرنسا بل وأوروبا الصوت الديمقراطي غلب أي تفورة غضب كان يقودها أصحاب السلطرة الصفرة اليوم لماكرون والقادم له أيضا فكيف سيكون؟ تسأل يطرحه القريبون من باريس في الساحة الأوروبية بما ستقول إليه تداعيات الأزمة الروسية مع الغرب يطرحه البعيدون أيضا عن باريس تحديدا في العالم العربي سيما لبنان والعراق أما لبنان تلك التي خلع ماكرون سترته فيها لإظهار قدرته على حل الأزمة اللبنانية التي لم تجد طريقها حتى اليوم إلى حل جذري في بغداد أيضا كانت لغة المصافحة بين الرئيسين الفرنسي والعراقي بنكهة كورونية إلا أنها لغة تتقاطع بها المصالح التي تبحث عنها بغداد برفقة دول العالم المتقدم لتهديئة ساحتها الأمنية والسياسية وصناعة الاستقرار تهنئة عراقية من رئيس الجمهورية تسمو فيها لغة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتهنئة رئيس الوزراء كذلك لتوطيد العلاقات الدبلوماسية والتعاون العراقي العالمي في مسرح الأحداث العربية والعالمية اليوم ينظر إلى ماكرون على أنه فارس جواد العملية الدموقراطية في بلاده أنموذج سيتضح مع الأيام المقبلة إلى حين اختيار البرلمان الفرنسي وتنافس الأحزاب عليه وتشكيل الحكومة الجديدة أنموذج يرى المراقبون ضرورة تجربته في العالم العربي الذي يتأخر كثيرا كالعراق على سبيل المثال في تشكيل حكوماته وسياساتها وسياسيها على حد سواء في المسرح أيضا ينتظر أن يتمم ماكرون رسالته كتلك التي ينطقها في بغداد وبيروت وأن يعيد توازن القوى الاقتصادية من خلال لعب دور الوسيط الممتاز في تهديئة لغة الحرب والغضب الروسي الغربي وليست غرابة أو مصادفة أن يهنئ بوتين الرئيس الفرنسي بفوزه إذ لعب ماكرون دور المهدئ ودور المعاقب اللطيف أو بلغة شعبية أتقن دور مسك العصا من المنتصف ترجمة نانسي قنقر